وأيضا في حديثا للشرق قال رئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية هاني برزي أن مصر تستهدف بلوغ صادراتها من الصناعات الغذائية 5 مليارات و 200 مليون دولار بالنهاية 2023 فيما لفت إلى أن شركة إيديتا ستستثمر نحو مليار جنيه محليا في 2024 فالحمد لله صادراتنا بتنمو وبالتالي احنا مركزين قوي على زيادة الطاقة الانتاجية عشان نقدر نوفر للسوق المحلي وسوق التصدير أيضا فحطين مستهدف حوالي مليار جنيه في الخطة اللي جاية إن شاء الله في حضرتك احنا عندنا إدارة الإمداد إدارة قوية جدا 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 لنستهل الكمية كبيرة جدا من مواد الخام وما ندرش نعود على تقلبات السوق بيبعندنا خطة سنوية وعقود المشتريات بتاعتنا بتبقى محددة من سنة يعني هتلاقينا النهار ده احنا من بالنا شهرين تقريبا قريبا قريبا خلصنا تعاقدات السنة الجاية بالكامل ندرش يعني باش عندنا توقف يعني حتى عيب يعني على شركة باسم زي شركة إيديتا توقف عشان ما نده السكر أو ديء وكده هو إنما موضوع السكر هو مشكلة مشكلة وانعكاس الأسعار الجديدة على التكلفة مع انخفاض قيمة الجنيه إلى جانب سعر السكر ومش بس السكر حاجات كتيرة جدا يعني هو المستهدف أنه هننقفل السنة إن شاء الله على 5 أو 1 من 10 مليار دولار يمكن نزوق شوية قدام لـ 5 أو 2 من 10 مليار وده رقم جيد جدا نحن كنا مستهدفين الرقم ده العام الماضي ولكن الظروف طبعا اللي حصلت عالميا يعني حطت ضغط علينا لكن إن شاء الله السنة دي هنحقق هذا الرقم وقت عواعد بكل ولو حتساني هتقول لي في قدرة أنه نقدر نعمل حسنا من كده أكيد بكل تأكيد ساهم إيديتا اليوم في السوق المصرية كان مرتفع خلال اليوم بحوالي 3 في المئة ترجمة نانسي قنقر